اكد الكاتب اسامة الماجد في مقال الله في صحيفة البلاد بعنوان متى تترك قطر ادعاءاتها الفارغة اكد ان نظام قطر يتناسى الحقائق التاريخية ويستمر في قلب الوقائع والاحداث بالعودة الى دفاتر الماضي والتاريخ سترى حقيقة واحدة لا جدال فيها وهي ان الخليفة الكرام حكم البحرين وشبه جزيرة قطر بالكامل منذ القرن الثامن عشر وشعب البحرين وقطر شعب واحد حكمه الخليفة الكرام لعدة قرون ولم يرد اي ذكر للزبارة في التاريخ قبل تأسيس الخليفة لها وتشييد قلعتها صبح الشهيرة بعد نزوحهم من الكويت لقطر عام 1762 وكان اول ما قام به الشيخ محمد من خليفة الخليفة لدى نزوله الزبارة اقامة تحالفات مع القبائل ومن ثم توطيد هذه التحالفات برابطة الدم والقرابة ثم توجه اهتمام الشيخ محمد نحو تحصين الزبارة لحمايتها من اي عدوان قد تتعرض له فقام ببناء قلعة على الماء وسماها صبحة وتسمى ايضا قلعة مرير وقد ازدهرت مدينة الزبارة اقتصاديا وثقافيا في وقت قياسي اذا كل تلك الحقائق التاريخية حقائق قوية متماسكة لكن نظام الحمدين يحاول ان يتناساها بسبب ظلمة التعيسة التي تغلف روحه واليأس القاتل الذي اصابه بعد مقاطعة الدول الاربع المكافحة للارهاب والاهم ان الخليفة الكرام يمتلكون رصيدا ضخما من التجربة يعد محاصلة للاحداث التاريخية والموقع الجغرافي والتراث البحريني ما جعلهم ينفردون بدورهم الرائد في المنطقة ان هذه الوقائع التاريخية ثابتة لا شك فيها واستمرار قطر في قلب الوقائع والاحداث لا سند له من العدل والحق والمنطق ويبدو انها تفعل ذلك نتيجة تأزم احوالها الداخلية لتخدير مواطنيها ولا نعلم متى سيعود هذا النظام الى رشده ويعيش في دنيا الواقع ويترك عنه الادعاءات الفارغة